أحد عشر شركة تقدمت بعروض لمعالجة النفايات في خمس مناطق خدماتية في المحافظات اللبنانية لكن اللافتة أن العاصمة بيروت وضاحياتيها لم تتقدم أي شركة من أجل معالجة النفايات فيها علما أن شركة سوكلين تقوم بهذه المهمة حاليا وفي انتظار تحديد المتعاهد في كل منطقة وحل مسألة بيروت يرى وزير البيئة محمد المشنوق أن تاريخ السابع عشر من تموز موعد أقفال مطمر النعمي يجب أن لا يشكل هاجسا ضاغطا مقترحا في الفترة الانتقالية أن يعالج مطمر النعمي فقط نفايات المنطقة على أن ينقل الباقي إلى مناطق أخرى مطمر النعمي يجب أن يرتاح يجب أن يرتاح ليس بمعنى إنهاء هذه الخدمات كليا يجب أن يكون بالفترة الأولى على الأقل قادرا على حمل معالجة النفايات الموجودة في منطقته نفسها هون نفايات بدل أن تنحصر كلها في منطقة النعمي أن تتوزع على المكبات وعلى المطامر الموجودة في المناطق اللبنانية رفض البلاديات المعنية بمطمر النعمي والمجتمع المدني اقتراح معالجة 600 طن من النفايات في المطمر فقط سمعه الوزير في اجتماع مع البلاديات الأسبوع الماضي حيث تم التأكيد أن المطمر لم يعد يتسع بـ 17 سبعة مطمر بدي يسكر بالكامل أقفال كلي لا 600 طن ولا 100 طن و6000 طن لأنه بالنسبة لأنا 3000 طن و600 طن هو طمر نفايات أما الجزء الثاني من الاقتراح الذي يقضي بتوزيع أكثر من 3400 طن كانت تطمر في النعمي على مناطق أخرى كحبالين في جبال ومجلية في الشمال إضافة إلى مكبات أخرى فهو مرفوض أيضا لأنه هالمكان أنشئت يكون لنفايات منطقة جبال واللي كمان منع الهلأ بعد 25 سنين منع تتعالج بطريقة صحية منك نحن نرفض رفض تام تحويل هالمكان لنفايات من خارج قضاء جبال المعلومات تشير أيضا إلى أن نقاط في الجنوب وبين كسروان والمتن قد تكون بديلا أيضا عن مطمئن النعمي فهل تتعقد هذه المشكلة أكثر أو أن حلا قد يبصر النور بعد أكثر من 20 عاما من الانتظار